السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلاب الصف الثالث متوسط. رجعت اياكم على الاسئلة مرشحة لمادة الرياضيات. طلاب عندنا سؤال جد الحد المفقود. هذا من الاسئلة اللي لازم تجي بالامتحان الوزاري. يعني اه شرط تجي من هذا الموضوع سؤال. جد الحد المفقود في المقدار الجبري هذا اي اكس تربيع زادا بيك زادا سيري صبح مربعا كامل وحلل. وهذا المربع الكامل. العفو هذا الحد المفقود. بهذا المقدار شور راح نحله. اول شي طلاب تنكتب الحل ولازم انت حافظ القانون. القانون شي يقول طلاب? القانون يقول انه انا عندي اه بي اكس. بي اكس يساوي لنا. بي اكس يساوي لنا. اثنيا تحت الجذر. تحت الجذر. اي اكس تربيع. اي اكس تربيع. في سي. هذا هو القانون المالتك اللي انت راح تحصل عليه درجتين. يعني مجرد ما كتبت هذا القانون انت ستحصل الدرجتين بالامتحان الوزاري. بعدها شو تسوي? بعدها تنزل انه لازم تعرف انه هذا هو الحد الاول اسمه اي اكس تربيع. هذا اسمه بي اكس الحد الوسط والحد الثاني وهذا اسمه سي. هذا لازم تعرف انت تكتبهن جوامة تكتبهن اي اكس تربيع. مباشرة جوه هذا اكتبة. من الشو بيش هذا حد مفقود اكتب هذا. مفقود ما مفقود اكتب جوه اي اكس. اي اكس تربيع. هذا بي اكس. هذا سي. اكتب جوهن. هسه نجي بي اكس اش قد فوقها? ثمانية اكس. راح تجيه تكتب هنا ثمانية اكس. خلي شوية ننزل الورقة. نكتب هنا ثمانية. اكس يساوي. جوهن 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 بي اكس. مثل ما هسه انا علمتك شلون. اثنين تنزل. تحت الجذر ينزل. اي اكس تربيع. اي اكس تربيع كل شماك وفراغ اذا تكتب هنايا. اي اكس تربيع. يعني تنزل نفسه. السي جوهن جوهن بالسي قيمته. ستعاش. سي جوهن بالسي جوهن الجوهن بالسطاعش. نزل لها. هسه طلاب انا عندي هنا ثنين. مش اساوي بها. هذه الثنين. ما احتاجها. اقدر اقسم على اقدر اقسم على اثنين. تقسيم اثنين. اقسم هذا على اثنين. وقسم هذا على اثنين. ليش حتى هالثنين شوية اتخلص من عندها ما احتاجها. ثمانة على ثنين بيها اربعة. ثمانة على ثنين بيها اربعة. بيها اربعة. ثنين تروح ويا ثنين. طبعا الاكس ينزل عفو. يساوي. ثنين تروح ويا ثنين ينزل عندي بس الجذر. ينزل عندي بس الجذر. واضح? هنا ايش اي اكس تربيع. اي اكس تربيع ينزل عندي. والستعاش جذر السطعاش نزل عندي. واضح? بها الطريقة هاي. شوية هذا ما اجي عادل لذلك صار شوية. اذا هسا هنا اجينا قلنا ثمانة على ثنين بيها اربعة اكس تربيع. العفو اكس ينزل. ثنين على اثنين تروح ويا بيها واحد. واحد قدام الجذر ما يكتب. اي اكس تربيع. والستعاش نزلت. هسا شونا تخلص من الجذر. اقول بتربيع الطرفين. بتربيع الطرفين. حتى تخلص من الجذر. طبعا خطوة خطوة تمشي ويايا. حتى لا تغيرت الارقام انت تبقى نفس الفكرة عندك. تربيع هذا. وتربيع هذا. تربيع الطرفين. اربعة تربيحة ستعاش. والاكس تربيع اكس تربيع. يساوي. شو انتبه طلاب طبع يعني اه طلاب حركة حركة. اربعة تربيحة ستعاش. اربعة معناتها اربعة في اربعة. والاكس ينزل عليها التربيع الاكس تربيع الصين. يعني تربع مو بس الاربعة. تربع الاكس هم. هنا اهم خطوة تربيع يروحوا يا الجذر. راح ينزل عندي هنا اي اكس تربيع. والستعاش تنزل عندي. شو وجهة السهلة? اربعة تربيحة ستعاش. اكس اكس تربيع يساوي. جذر يروح هذا. كليش احنا ربعنا الطرفين? حتى هذا الجذر نتخلص من عنده. حتى يعني هذا الجذر شون اطلع المجهول? هذا المجهول هس عندي يعني. اياتا باعوا. اياتا مو هذا مجهول? اياتا اياتا ايو هذا مجهول تصير جو الجذر. فادى اتخلص من الجذر اربع الطرفين. هس اريد اقسم على معاملة. دائما اقسم على معاملة المجهول. يعني راح اقسم على ستة عش. واضح? هقسم على ستة عش. هسة ستة عش تروحوه ستة عش. وهي ستة عش تروحوه ستة عش نزل عندي اكس تربيع. يساوينا. اوكي? اي اكس تربيع. اذا المجهول ما لدي اي اكس تربيع طلع قيمت اكس تربيع. هو ش غال لك بالسؤال? غال لك اريدك تحلل لي بعديا وحلله. شون احلله? انا جيت طلع عندي هذا المجهول? طلعت اكس تربيع. سحقول اللي انا طلعت المجهول ما لدي اكس تربيع. سحقول له اِذن المجهول اكس تربيع. اللي هي راح الصر عنددي اكس تربيع المجهول زائدا ثمانية اكس زائدا ست عش. خليت مكان المجهول هذه النقاط خليت عندي المجهول اللي طلعت أباعدوا طلاب حتى اسرعتكم رابط. هذا مو عندي هياة مجهول. خليت المكان اكس تربيع صالة زاعة ثمانية اكس زاعة ستة عشر. هادي هسا عندي تطريقة هادي. هسا شو نحلله? شو طريقة التحليل كلش سهله? سوى قوسيا عليهن تربيع. قوسيا عليهن تربيع. نجذر الاول ونجذر الاخير وناخد اشارة الوسط. نجذر الاول والاخير وناخد اشارة الوسط. تربيع الوحية جذر ينزل عندي هنا بس الاكس. زاء تنزل عندي? جذر الستعاش اربعة. جذر الستعاش اربعة. واحد من طلب بالدورة اه قال لي استاد يعني شون جذر الستعاش? اربعة. قلت لي انت محافظة الجذور? جذر الا واحد جذر الاثنية اربعة اثنية جذر تسعة ثلاثة جذر الستعاش اربعة. هو هذا الطريقة. هذا طلاب مسحن ذا النهاية. دائرة سويتها انا وهذا الجذر. هذا التوضيح يعني. انت مسحن يعني بالامتحان. اه انتبهت طلاب يعني يعني مساحتهن هسا حاليا. انا اكتبهن للتوضيح. واضح? اكتبهن للتوضيح. هذا هو التحليل ناتج التحليل. اوكي. وتكتب التحليل الاولاء عادي مسألة. يعني ما تكتب هاي الكلمة. ما تكتبها. يعني مباشرة. اتمنى طلاب افتهمتوا اه هذا السؤال. اه صار اه الفيديو طويل كلش. اه هذه الورقة راح تلقونها بقناتي على التليجرام اللي رابطها موجود اسفل وصف الفيديو. كذلك معرف التليجرام اللي يحبي يراسلني. يستفسر عن اي سؤال موجود اسفل وصف الفيديو. اه شكرا لكم طلاب وانتظروني انزلكم بقية الاسئلة المرشحة.